انت وطن يعني تنقل في كل مكان هو شو بعايز يلغي حاجة اسمها بلدان او أوطان يعني فده العدو كان بيصرف عشان يعديكي يعني النهاردة بيستخسر فيك الرصاص والقنابل وتجيش الجيوش ليه 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 الاسهل ليه ان يحتل عقول شبابك وولادك يضمر بيها المجتمع اللي عايز يتضمر ده مفيش اجمل من كده طيب التكنولوجيا العظيمة دي اللي اختراعها مين هم اعدائك هم الاختراعوا التكنولوجيا عظيمة اختراعوها ويجيدوا استخدامها ولكنه يصدروها للشعوب السافهة الاستهلاكية اللي تستاهلك اي حاج توقف في طوابير يعني توقف في طوابير عشان حاجة تفهى فده اللي حصل ان ولادنا ومعظمنا كلنا بالاثناشر وستاشر ساعة التليفون لايه وفارق اجسامنا لزق في صوابعنا وفي عيوننا وفي عقولنا بقى ادمان ده يفرح قوي مين اللي بيجمع 34 مليار في السنة اللي هو ماسك السوشيال ميديا الانستجرام وتويتر ومسينجر وكل الوسائل دي اعمل شيء تافه هتبقى ترند يجيبوا واحد تخين مقلبزوا بكرش يرقص يقعد يرقص يموت على الرحم الداع صديقتي النهاردة على السوشيال ميديا في مصر أنتي لا بص الإنجازات ولا بص لما هو قادم ولا بتتحضري لما هو قادم أو لما شكلك إيه اللي قادم؟ أنتي بتتفرجي أنتي بتتفرجي على إيه؟ يطلع لك ست شكلها قبيح أوي طبعا ده بيشغالوا كلان في الآتر عشان يعجزوها أوي يقول لك تخيل هذه العجوز الشمطاء كانت نجمة سينما عظيمة في بلدنا وكان لها معجبين شوفوا الفرق حصل زي إيه اللي حيفدني؟ أنا مالي يعني إيه اللي حيفدني لما تعملوا ده؟ ده بيحقق ترندات وتعيشت دواري مين دي الممثل عشان تعرفيها؟ الفضول هو ربا فيك فكرة الفضول عشان أنت سألت سؤال في البداية بس صحة جداً الفكرة إزاي يخلص من السبعة مليار؟ لا الإنسان بيعمل كل شيء يضمر هذا الكون يضمروا يفجروا فيه دكتور مصري اسمه مونير الحسيني جامعة القاهرة درس يعني إنقاذ التكنولوجيا اتكلم وكشف عن استخدام أمريكا لغاز الكيميترل هذا الغاز المدمر بيعمل إيه؟ بيغير طبيعة الخالق سبحانه وتعالى في الجو والطقس والمناخ وأثبت إنها ألقت هذا الغاز على كوريا الشمالية من عدة أعوام خلت الدرجات الحرارة عليا وما فيش مطر منعت المطر هقولك ده ليه؟ وعملت جفاف في الأراضي الزراعية وفسد كل الزراعات وخصوصا الأرز لعبة تجارية بين الدول العداء النهاردة بقى في اتجاه تدمير هذا الكون المصانع الكثيرة تتكلمي في حاجة المناخ والصناعات دي لازم تبقى فيه تعديل أنظمتها علشان الغاز الثاني بكوربون بيزداد في الجو بفظاعة نسب مرعبة فتلاقي العلماء بقى الأدامة اللي في القرن الثمنتاشر السبعتاشر في أواخر القرن الثمنتاشر وكده وبدأت القرن التساعتاشر العلماء اللي كانوا حسنين النية جداً يعني واحد زي تسلا تسلا ده مهندس كهرباء وهو اللي وقف قدام أديسون وطور الطيار الكهربائي خلاه طيار متردد مش طيار سابت والطيار المتردد ده وصلوا أن يعمل كهرباء تنور العالم ببلاش مين اللي وقف له؟ كل رجال الأعمال ولكن وقفوا له ليه؟ لا نحاق يعني هيخلي الكهرباء ببلاش هما بيستفيدوا بالكهرباء